أكتر حاجتين بيحددوا مصار الأشعة جوه العين هو القرانية وهو الجزء الخريم من العين عشان الناس كتير مش فهم يعني إيه قرانية 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيكون مبسوطين ما بيبسوش نظارة الفم توق لها بدور كبير جدا في رفع نسب الأمام في عملية تصحيح الإبصار والحصول على نتاج رائعة أبيض وسطنين إيجي العين وليك أنا جا أعمل ليزك معلش أنت كتير على النضارة تسيبي أن أختار لك نسبك إيه؟ الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية ترجمة نانسي قنقر اوه اميك المترجم للقناة 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 هو تقولك طب أنا عناها حمرة مش عارف أعمل إيه يعني وطبعا ولو بنت بالذات ولو بنت بالذات وطبعا بيزود في الموضوع ده إن اللايف ستايل بتاعنا أو الإسلوب المعيشي بتاعنا اختلف تماما عن السينية اللي فاتت إحنا كلنا بنخلص شغل معظمنا الوقت بقى نشتغل على شاشات الكمبيوتر شاشات الكمبيوتر من أشهر العوامل اللي بتاعمل جفاف في العين مش معنى كده ما نعودش قدام شاشة الكمبيوتر لأ ما فيش حد ههمنا عنه يقولك ما عودش خلاص بقى لأ هترجع للكتاب والورقة والقلم لأ طبعا لكن إحنا دايما المخ لم ينتبه لشاشة الكمبيوتر بيحاول يفسر البيكسل اللي هي النقطة الصغيرة دي اللي هي بتشكل الحرف أو الشكل بياخد منه مجهود فيه نوع من أنواع البروسيسيج فيه من نوع أنواع التفاعل ما بين العين وما بين المخ بيخليك قاعد مبرق على شاشة فترة طويلة وده بيخلي طبقة الدماء تتبخر بسرعة هتخلص شوالك على الكمبيوتر تأخذ النهار لإعليك حمرة زي الكبدة زي ما بيقوله كده ده بسبب الجفاف العين في حاجة تاني عايز أنبه عليها أن احنا بنخلص الكمبيوتر من هنا هوت بنرجع نمسك الايباد أو الموبايل نوع نلعب شوية على الفيسبوك والواتس أب نخلص كده هوت نخش على اليوتيوب من الموبايل هو أسوأ كمان من الكمبيوتر أخلص قبل ما نامب أتفرج على التلفزيون شوية صغيرين أنام الساعة 3-4 على الفجر قاعد طول الوقت ده مفتح حناية طبقة الدموع تتبخر قاعد كمان في تكيف والهواء اللي جاي من التكيف ده هوا جاف بيساعد على تبخر الدموع ما بشربش مياه كفاية فيه أدوية بتساعد على حدوث جفاف العين أدوية الحساسية بالمناسبة بتاعتها بتساعد على حدوث جفاف العين عدسات لصقة سواء عدسات لصقة طبية أو عدسات لصقة للألوان بتساعد على حدوث جفاف العين كل الحاجات اللي بناميها في حياتنا اليومية العادية بتؤدي إلى طريق واحد هو جفاف الأين الأنواع والأضر كوس لو فيه أضر كوس طبقة الدموع دلوقتي عبارة عن تلت طبقات طبقة من الميوسين أو المخاط وطبقة المية اللي هي بتغزي القرنية بتاعت الأين وطبقة تانية عشان تحافظ على الدموع أو المية دي ما تتبخرش بسرعة بنسميها طبقة زيتية زي ما موجود في الرسم اللي لقدمنا فعندنا تلت طبقات التلت طبقات ده لازم يكونوا موجودين طبقة منهم مش موجودة هيؤدي إلى حتوز جفاف الأين لو طبقة المخاط مش موجودة الدموع دي مش هتبهوا مفروضة على سطح القرنية لو طبقة المية مش موجودة اللي هي الطبقة الأساسية بتاعت الدموع ده ما فيش دموع ما فيش غيزة للقرنية هتؤدي إلى تلايف أو تلافي الخلايا السطحية تاعت القرنية ممكن تؤدي إلى قرح لو أنت عايز تحافظ على سائل وعايز تخليه ما يتبخرش بسرعة حط عليه زيت فهنا ربنا سبحانه وتعالى حطي لك طبقة زيتية على الدموع عشان تحافظ على الدموع ما تتبخرش بسرعة لو الطبقة الزيتية دي مش موجودة بالتالي الدموع هتتبخر بسرعة وهيجي لك برضو أعراض جفاف الأين العلاقة الوسيقة ما بين العدسات وجفاف الأين العدسات زي ما مكون أنت جاي عندك طبق عندك أنت الأكل بتاعك هو على قدك أنت بالزبط فأنت جيب تضيف معاك بيأكل من نفس الطبق بتاعك أنت ما زودتش المقدار للطعام أو الأكل أنت بتاكل عندك إزازة مية هتشربها النهاردة راح تجيب واحد تاني يزميلك هيشرب معاك من إزازة المية دي فبالتالي أنت هتشرب نص الكمية بتاعتك مش النهاردة بس طول ما أنت بتستخدم العدسات اللاسقة بتشارك العين في الغزة بتاعها بتشارك العين في المية بتاعتك كل العدسات اللاسقة اللينة فيها نسبة محددة من المية ودي دايما تحافظ عشان تحافظ على عيونة العدسة هتاخد مية منين؟ هتاخد مية من الدموع بتاعت العين نفسية عشان تخلي العدسة دايما لينة جوه العين وما تضايقكش فبالتالي هتؤدي إلى جفاف العين أنا مش معنى كده بقول ما تلبسوش عدسات اللاسقة لا ممكن نلبس عدسات اللاسقة بس نعالج جفاف العين أو نستخدم هنا قطارات مرتبة مع العدسات اللاسقة اتنين عينين جايين الاتنين بيشتكوا من قان حمرة واحد عنده حساسية والتاني عنده جفاف وهم شبع بعض الفرق بينهم ازاي؟ الفرق بينهم كان الاول بيقول والله الاعراض انت بتشتكي من ايه؟ بيشتكي من اكلان اكتر ولا الحرقان اكتر يقولك اكلان اكتر بيقول ده عندك حساسية لو حرقان اكتر بيقولك لا ده انت عندك جفاف العين الموضوع فيه تشابك فالتطور اللي حصل دوقتي بقى عندنا اجهزة بتئيس طبقة الدموع في العين ومش طبقة الدموع بس بتقول كمان ات عندك جفاف وبتقولك الجفاف ده سببه ايه؟ ان الطبقة الفلانية دي هي اللي فيها المشكلة سواء طبقة المخاط او طبقة المية او طبقة زيتية اللي موجودة على سطح الدموع الدموع من اهم السوائل الموجودة في جسمنا اولا دي مسئولة عن حدة البصار ان الشعاع لما بيجي قابل العين مش هيقابل القرنية هيقابل طبقة الدموع العلاق القرنية لو طبقة الدموع دي مش سليمة انت هتشوف الدنيا مزغللة وعشان كده من ضمن اعراض جفاف العين شبورة الحاجة التانية ده الغزة الاساسي بتاع القرانية اللي هو اول خط مناعي بيقابل الميكروبات كمان الدموع فيها مش مجرد غزة للقرانية بروتينات او املاح او مية لا ده كمان فيها خلايا او فيها مضادات حيوية مضادات حيوية عشان انت برضو تدافع عن سطح العين من المؤسرات الخارجية او من الميكروبات فبالتالي الشكوى نفسيها ما بقيتش مجرد حرقان ولا شكشاكة ما بقناش نعرف نفسر قوي من مجرد الشكوى بتاعت المريض لازم يتبعها فخصات علشان نقدر نحدد هل فعلا فيه جفاف العين ولا لا وايه هو نوع جفاف العين مش مجرد انا بقول انت عندك جفاف والنقطة على السطر لا اعرف نوع جفاف العين عشان كل نوع هيبقى ليه طريقة معينة فيه العلاج بتاعها بعض الناس تستخف بجفاف العين وما تعرفوش او تعتقد انه حالة بلا مضاعفات هل هو حالة بلا مضاعفات نقدر نقول الكلام ده اه ممكن مالوش مضاعفات بمعنى مضاعفات يعني حالات ندرة قوي ممكن يحصل يحصل قرحة في القرانية لكن مش مش عايزين نرعب السادة المشاهدين لا مش ندرة جدا لكن هي حاجة مستفزة حاجة مزعجة انت بطول نهار انك حمراء وبتحرقك اه والموضوع ده مش مش مثلا بيجي موسمي زي الحساسية بتيجي فترة تغيير الفصول مع الربيع وخلاص لا ده بيجي في الصيف وبيجي كمان في الشتاء علشان احنا كلنا حياتنا الاسلوب المعيش بتاعنا مختلف عن زمان فبنصهر كتير بنقود قدام شاشات الكمبيوتر كتير وموبايل كتير فعراض الجفاف بقت مستمرة سواء في الجو الحر او في الجو البرد يعني كان دايما نقول للجفاف يبقى في الصيف اكتر والشتاء قال مسحنا طول النهار في تكييف سواء صيف او شتاء طول النهار عادي قدام الكمبيوتر صيف او شتاء طول النهار بنلعب على الموبايل صفة وشتا فبالتالي اعراض الجفاف بقت موجودة على مدار السنة كلها. هو السن فصول دخلته بعضها. يعني احنا دلوقتي محناش عارفين احنا في صفة. انا مش عارف. انا مش عارف. صعبتي بقى عايز تشتي. الصبح عادي الدنيا حارب تنزل. خلاص. ودرب النادي اللي اللي كان لابس نص قمة فماتش. بالزبط كده هو. يعني يعني طيب لو احنا اقررنا شوية من التشخيص. تشخيص هل تشخيص ان دي حالة جفاف مش حسية ولا تشخيص للدرجة ولا تشخيص للنوع. لا تشخيص للنوع وتشخيص للدرجة. يعني دلوقتي عندنا ممكن حتى نبين في على الشاشة كمان شوية. نبين ازاي ان احنا عندنا اجهزة جديدة كتيرة جدا دلوقتي بتشخص. ده تقرير مسلا حتى بيطلع بيقول لك انت في اني مرحلة بيديك حتى زي اشارات المرور اخضر واصفر واحمر. لو المؤشر بتاعك في الاخضر فانت في السليم. لو انت نحية الاصفر فانت خلي بالك انت عندك مشكلة ومحتاج علاج. لو الاحمر يبقى المشكلة بقت اكثر عنفا ومحتاج تدخل سريع علشان كده ممكن يأثر على سلامة القرانية بتاعتك. ده تقريب ده مسال للتقارير ممكن تظهر دلوقتي. الكلام ده مكانش موجود من كم سنة. كنا بيقول انت عندك جفاف وخلاص تشخيص كلينيكي بحت. لكن دوقتي بقى اي ده عندنا اجهزة بتطلع علينا ارقام. اه الاجهزة دي بالمناسبة انا بحب بيطمن اطمن السادة المشاهدين ان هي مفيش حاجة هتخش في العين مفيش حاجة هتا هتلمس العين دي كلها عبارة عن كاميرات بتصور بتصور سطح العين وبتقول لنا طبقة الدموع دي اخبارها ايه وبتقيس بالزبط طبقة الدموع وتقول لنا درجة الكفاف ايه وجاي بسبب ايه. اه اه ايه معدل بربشة. اه معدل بربشة انت المفروض انت تتغمض وتفتح هانيك زي ما وجود هنا في الشاشة هنا هوت على الفيلم كزا مرة في الدقيقة ممكن اقول تمنتاشر مرة ده المعدل متوسط. لكن احنا بعض الناس بينسوا يعملوا الحركة دي. هو ده مهم جدا عشان بيساعد على طبقة الدموع ان هي تتوزع بشكل تلقائي او بشكل متساوي على سطح القرانية وبالتالي اعراض الجفاف تبقى قليلة. لكن اما انت تبقى تنسى الموضوع ده او تمتبه على شاشة الكمبيوتر وما تاخدش بالك ان انت تعمل تغمض وتفتح هانيك كل شوية. فبيحصل جفاف في العين ان ده بيخلي الدموع تتبخر بسرعة. فمعدل البربشة اللي هو بلينكينج ده مهم جدا عشان كده بدايما بننصح السيدة المجاهدين او اي حد عنده جفاف في العين وقوله ما تنساش تبقى تغمض وتفتح هانك. الحاجة التانية الجهاز دلوقتي بيقيس كمان انت مش مجرد معدل البربشة بس بيقيس كمان انت بتغمض عينك فعلا مية في المية ولا لأ ان ان في ناس بيغمضوا عينيهم مثلا نص تغميضة ويبقى لسه فيه جزء من العين مكشوف. فبالتالي البربشة او التغميضة بتاعت العين ما قدتش الوظيفة بتاعتها ان هي تفرط طبقة تدموه بشكل متساوي على سطح القرانية. فهنا كمان بينا مش مجرد انت بتغمض كم مرة في دقيقة لا انت كمان هللت المرة الوحدة دي مظبوطة فعلا مية في المية ولا انت بتكارويت وما بتغمضش يعنيك كويس ده بقى بنقيس ودلوقتي بنعرف بالزبط كمان. انا بقى اي انا ببربش كتير. انا اساس. ده كويس. ده كويس. اه. انا بتفكر ان ده مش حل. لا ده كويس بالعكس تغمض وتفتح يعنيك ده كتير وبنقول دايما الناس بتنسوش تغمضوا وتفتح يعنيك وبالذات اللي بيعودوا على الكمبيوتر فترات طويلة. في قونة زمان تلسمها يا غمط يا وردة فتح يا وردة. ازاي نقيس الطبقة الزيتية بتاعت الدموع. صعب جدا كان قياسها قبل كده هوت لكن دلوقتي عندنا طبقة الزيت دي بقت تتشاف بآآ ليزر انترفيولوميتر ده حاجة معقدة شوية بيشوف لك الطبقة نفسيها على سطح الدموع. بتبقى لها الوان. زي ما انت جبت نقطة زيت بيبقى لها الوان. لازاي الوان الطيف موجودة على المية. دلوقتي الجهاز بيعرفي اسها بيقول لك الطبقة دي سمكها قد ايه? وهل هو في الرينج الطبيعي في المستوى الطبيعي ولا لا. هنا بالزبط ده في هذه اللحظة بالزبط احنا بنقيس مقدار سمك الطبقة الزيتية على سطح الدموعين. بالقاين المجردة صعب. الكلام ده قوي نعمله لكن الاجهزة دلوقتي بعدها عندنا اجهزة دقيقة جدا بتشوف الطبقة دي وبتسهلك بالمايكرون اللي هو بالجزء من الالف من الميلي. وتقول لك ازا كان فعلا انت عندك مشكلة في الطبقة الزيتية ولا لا. الطبقة الزيتية دي بتفرز من خلايا دهنية موودة في الجفن. والخلايا الدهنية دي صحة الخلايا مهمة جدا. لو الخلايا دهنية دي حصل لها حاجة هتقلل افراز الزيوت اللي موودة على السطح العين وتعملها جفاف في العين. في حندنا حاجة تانية اسمها القناة او الخلايا الدمعية. خلايا الدمعية دي لو ما بتفرزش الدموع اللي هو المية بتاعت الدموع بتؤدي برضو الى حدوث جفاف في العين. فعندنا انواع كتير وعندنا موضوع بقى معقد ما بقاش بقى علم في حد ذاته. ما بقاش زي الاول الجفاف في العين ولا لا. عشان كده حتى سموه دلوقتي حاليا او امراض سطح العين. مهم. مش مجرد جفاف. لا ده بيديو قدي الى مشاكل تانية محتاجة طبعا تدخل. تدخل ما بقاش عبارة عن اطارات مرطبة بس. بقنا نعمل جلسات لتنظيف الجفون من الدهون الزيادة. عشان دي بتعمل اتبات متكررة في العين. ممكن نعمل حاجات سيسدادات للقناة الدمعية. نحافظ على دموع فاتر اطول. نحاول نعوض المركب لنقص في دموع بتاعت العين بحيس ان احنا ندي فرصة اكتر اه ان اعراض الجفاف دي تقل. الهدف بتاعنا ان احنا مش هنلغي الجفاف مية في المية. ما فيش حد يقدر اقول انا عاركت الجفاف بنسبة مية في المية وخلاص خد الدول فلاني وانت او الاطرة فلانية وانت جده خلصت. لا. لازم نبقى فاهمين ان الجفاف دي عامل زي الضغط والسكر. انت هتمشي على علاج طول حياتك. بس مش عايزينك بده ما تستخدم الاطرة كل ساعة يوميا ممكن تستخدمها مرتين ثلاثة في اليوم اربع مرات في اليوم تزيد او تقل على حسب انت سهرت ولا لأ تزيد او تقل على حسب انت تعرضت الحرارة زي حرارة البوداجاز وفي الصيف ولا لأ بس انت بقى عايش حياة لطيفة لكن انا اديك دا وقولك يمشي عليه مدة شهر وانت كده ادعالكت من الجفاف الكلام دا مش هيحصل عشان برضو الناس ما تتوقعش ان احنا وصلنا مرحلة نعالج الجفاف نهائيا لا الجفاف حتى هزي اللحظة انا بشبهها بسكر او الضغط لازل بتاخد العلاج طول ما انت بتاخد العلاج بتسيطر على الاعراض الجفاف اول مرة بنفسك ما بتاخدش العلاج هتظهر لك الاعراض دي تاني الخلايا زي تاني ايه? الهايه من مي بوميان جلاند ما اه الخلايا الموجودة انا بكلب عالس الستاني عارف بقى لكن هوا خلايا خلايا موجودة في الجفون كل اربع الجفون عندنا الخلايا موجودة بتبقى ماشية زي عواد الكابريت مع بعضيها ممكن اعتقد فيه صورة ممكن تظهر دلوقتي اهي انا هو دي متصورة انا هو دي الخلايا الزيتية اه مفروض الطبيعي تكون زي عواد الكابريت جنب بعضيها ما تكون متلاخبطة بالمنظر ده ما فيش خلايا جنب بعضيها لون اللابيت ده مش القطوط دي مش جنب بعضيها بالزبط تعرف ان انت عندك مشكلة في الخلايا الزيتية وساعات كمان بتبقى فيه ضمور فيها وبالتالي الافراز الدهون او ويفرز الطبقة الزيتية بيبقى قليل جدا وبيأثر على كفاءة الدموع وبيأثر على جودة الدموع اللي موجودة على سطح العين السؤال بقى المهم هل في درجات لجفاف العين اكيد؟ اه دي وقت بقينا انحدد درجات تقول لك جفاف العين انت عندك جفاف العين من الدرجة الفلانية بسبب الحاجة الفلانية نقصة عندك فهو الاجهزة دلوقتي بتختلف بينها وبالبعضية لكن كل ايها تفقد ان تديك مؤشر يقول لك انت عندك جفاف العين من الدرجة الاولى التانية التالتة او بيديهلك بنسبة يقول لك انت عندك جفاف العين بنسبة تسعة وتلاتين في المية لا بنسبة خمسة واربين في المية لا بنسبة سبعين في المية او بنسبة عشرة في المية او مفيش جفاف العين وده نادر طبعا يعني اذا درجة جفاف العين فيه اجهزة بتقس دلوقتي حالين اه طبعا بتقس وتقول لك مشكلة فين بالزبط عشان يبقى سهل في العلاج بتاعه كنا الاول بنعمل زي يعني ده منظر الخلايا هنا هو ده الخلايا الزيتية او الدهنية هنا مش مظبوطة قوي المفروض تكون متوازية مع بعضيها هنا متلخبطة شوية صغيرين عشان كده المؤشر لو خدنا بالنا المؤشر سابل لخضر ودخل على الاصفر ده معناها فيه عندنا مشكلة هنا هو الخلايا دي بنرش نعوضها لكن بنحاول نعوض الافراز بتاع هي الطبقة الزيتية دي بنحاول نعوضها باستخدام اطرات معينة عشان تقلل اه تبخر سرعة تبخر الدموع من الان نورتني وشرفتني واسعدتني كالعادة الله يخليكم نصيحتي للشباب ما تستخدموش كمبيوترات ولابتوبات وعبادات وموبايلات كتير تفتكر حد هيسمع عادش ولا انا ولا انا هول موبايل اهول مفتين حد بعتلي على الواتساب في الجروبات جروباتكم سميت جيوب انا فيهم الله يخليه دموع ودايما مع ناس الحالة الضعف الجنسي مرض له حل واللي خلى لي حل تعدد وسائل علاجه الضغط يأثر على الضعف بيعمل ضغط في جنسي وادوية الضغط بعضها بيؤثر وبيعمل ضغط في جنسي القرحة المعدة ادويتها بتعمل مشاكل القديمة الجديدة الاكتئاب بعض ادويته بتعمل ارتفاع البرولا كتير بيؤثر وبيعمل ضعف جنسي زمان كان فعلا فيه بعض المواد اللي بتستخدم في الحق الموضيعي كانت بتعمل تلايف احنا بطلنا نستخدمها خلاص اشتركوا في القناة